بالرباط نظم حفل تنصيب كل من الأديبة والجامعية تانيلا بوني من الكود ديفوار وانكوسانا مويو مؤسس معهد منديلا لدراسات التنمية بزيمبابوي عضوين جديدين مشاركين بأكاديمية المملكة المغربية في إطار تشكيلها الجديد وبمناسبة هذا الحفل الذي ترأسه أمين السر المساعد بأكاديمية المملكة أعرب العضوان الجديدان عن فخرهما بالانضمام إلى هذا الصرح الرفيع للتبادل والحوار مبرزين الدور الرئيسي للمملكة في تعزيز قيم العيش المشترك والتماسك الاجتماعي وبهذه المناسبة أكدت الفيلسوفة والكاتبة الإفوارية تانيلا بوني أن أكاديمية المملكة تشكل إطارا مثاليا للتبادل والتفكير في تاريخ القارة الإفريقية وحاضرها ومستقبلها ومن جانبه أعربا كوسانا مويو عن اعتزازه بالالتحاق بأكاديمية المملكة المغربية هذا وتميز حفل التنصيب بإلقاء درسين للتنصيب قدمهما العضوان الجديدان حيث ركزت السيدة بوني على موضوع الروابط والحدود فلسفة التعايش المشترك والسيد مويو حول الدروس المستفادة من التطورات الجيوسياسية لإفريقيا اليوم